من ضمن الاسئلة السلام عليكم انا مضيت job offer او عرض مرتب مع شركة مصرية كبيرة ملتناشنال ولكن بعد ما جهزت الاوراق المطلوبة وقدمتها اخدوا الوراق او قالولي هنمضي العقد يوم تاني وقالولي الوظيفة اللي تقبلت فيها مش متاح علي وجود لك هل ليه حقوق اي مادية بعد ما مضيت الاوراق لو ليه حقوق مادية المفروض اعمل ايه معايا سكرينشوت من الميل ما اخدوا الوراق بتاعي سحبوا الملف وكشف مية واحداشر اللي حممكن حضرك تاخذ اجراء قانوني لو الاوراق بتاعهم تسبب في ان حضرك قدمت استقالتك من شركتك القديمة ودلوقتي بقيت بلا وظيفة بسببهم ودي طبعا قصة طويلة ممكن تمشي فيها وعلى حسب المكتب اللي ممكن تشتغل فيه قانون العمل اول تلات شهور من حقك تمشي ومن حقوم يقول لك سلامي غير اي تعوضات الحل اللفة شوية وتكون خاضعة لتفسير القاضي وانك سيبت شوية لك القديم في دول اوفر ده ممكن لو عديد ده يدو لك اه تعويض ولكن نصيحة اه لو حابب تسعف ده وتدفع من صرفات المحامة او كده او ممكن ترجع لشركتك القديمة انت ممكن بعد تاريخ الاستقالة لك فترة ممكن ترجع لهم ولكن خلي بالك ان ممكن ساعتها يقول لك اوما انت مشيب بقى انت سبتنا فممكن يتنقوزوا عليك شوية انك سبتنا ولكن ممكن ترجع لهم علشان اه تقولهم حصل واحد انت لا تكلم مديرك لو علاقتك كويسة بحيس انك ترجع ولو هو مكان كويس وانت كنت شخصية كويسة هيبقوا طبعا حابين انك ترجع لهم لانك اكيد اكيد هكون سبت فراغ كبير عندهم فضع ده في الاعتبار وربنا اكتب لك كل خير باذن الله